حقيقة الأمر هذا الأسبوع شهد نهاية المهلة المحددة لشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية للإفصاح عن نتائجها السنوية المهلة تنتهي بـ 15 فبراير من كل عام وبالتالي هناك أكثر من 95% من الشركات المدرجة في الأسواق أعلنت عن نتائج عملها لعام 2023 هذا الأمر أعطى وضوح كبير للمستثمرين في الأسهم في أسواق المال لكي يقوموا بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية وإتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على وضوح كامل لما حققت الشركات اللي يمكنهم من بناء خطتهم الاستثمارية للعامل الجديد طبعاً أداء الشركات أعلنت عن نتائج مهمة جداً هذا الأمر قدم دعم للأسواق شهدنا هذا الأسبوع يمكن القول أن المستثمرين في الأسهم في سوقي أبوظبي ودبي استطاعوا أن يتنفسوا صعداء خلال هذا الأسبوع مع بدء الأسواق للارتداد نحو الأعلى في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدنا أن السوق خلال الأسبوع الحالي ارتد أو ارتفع من مستوى 9322 نقطة أدنى مستوى سجلوا خلال الأسبوع إلى أغلق الآن على 9427 نقطة أي بارتفاع 105 نقاط وهذا يعادل ما يزيد على 1% من الارتفاع في الوزن الترجيح للمؤشر العام للسوق كذلك في سوق دبي المالي شهدنا أن السوق ارتفع أيضاً من مستوى الإخلاق السابق اللي هو 4183 نقطة بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 4255 نقطة بأيضاً ارتفاع يبلغ نحو 1.7% هذا الأمر طبعاً جاء بدعم نتائج الشركات وبعودة المستثمرين لبناء خطتهم الاستثمارية في السوقين سواء في أبوظبي أو دبي شهدنا عودة ودخول جيد للمستثمرين للأجانب المستثمرين للأجانب سجلوا خلال أربع جلسات الماضية صافي شراء في سوقي أبوظبي ودبي بنحو 185 مليون درهم كما أن المؤسسات عادت للاستثمار وشهدنا تسجيل ما يقارب 90 مليون درهم عمليات صافي شراء في السوقين هذا الأمر يعتبر مؤشر على أن الأسواق بعد أن شهدت مرحلة من التذب الضبات خلال سبع ثلاثة الماضية التي كانت متعلقة بإعلان متوازية مع إعلان الشركات عن نتائجها التي تلاحقت خلال الفترة الماضية اليوم نحن أمام وضوح في الرؤية للمستثمرين ولذلك نشهد أن الأسواق عادت للاستقرار وعادت للارتداد نحو الأعلى وهذا أمر مبشر للمستثمرين في أسواق الأسهم